اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم طبعة المشاهد وإلى أبرز العنوين مشاركة سعودية رسمية في الدورة الواحدة والسبعين لمهرجان كان السينمائي طبيب نيو شهر بمخالفات صحية وعمالية بمجمع أسنان بالرياض والصحة تحقق أول سعودي مدير للتوظيف واستقطاب المواهب في شركة أمازون العالمية ومشاهدنا نبدأ لملفاتنا الصحفية من مهرجان كان السينمائي ومشاركة سعودية لافتة حيث تنطلق مساء اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة الواحدة والسبعين من مهرجان كان بحضور نخبة من صناع السينما في العالم ويشهد المهرجان في دورته الحالية مشاركة سعودية رسمية تعد الأولى في تاريخ المملكة وذلك عبر جناح خاص يتولى تنظيمه المجلس السعودي للأفلام التابع للهيئة العامة للثقافة وسيعرض في الجناح تسعة أفلام من أهم إنتاجات السينما السعودية إلى جانب نشاطات متنوعة يقدم المجلس أيضا من خلالها القدرات التي تمتلكها المملكة لخدمة صناعة السينما من حيث الإمكانات الإنتاجية أو مواقع التصوير ومشاهدين قبل البدء بملفاتنا الصحفي أرحب بضيفي في الاستيديو دكتور عبد الرحمن الحبيب الكاتب الصحفي حياك الله أهلا بك وأيضا ضيفي من حايل متعب العواد الصحفي في جريدة عكاظ حياك الله أهلا مرحبتين السادة بدور والزميل الدكتور وأيضا لمشاهدين قناة الإخبارية حياكم الله جميعا أبدأ معك دكتور عبد الرحمن مشاركة سعودية لأول مرة في تاريخ مهرجان كان السينما وهذا طبعا شرف لنا كسعودين كيف سينعكس هذا الأمر على قطاع السينما في المملكة؟ هو الآن جزء أصبح من تطور طبيعي طبعا الآن المملكة باعتدالها أصبحت منفتحة الفنوم ضمنها السينما والمملكة كان لها مشاركات محلية وأقليمية ليس على مستوى معرجنات دولية في الأفلام فلديها قاعدة ربما نستطيع سميها نقضية ونظرية وليس واقعية إلى الآن نبدأ الآن تبدأ السينما السعودية خطواتها نحو الواقع التطبيقي سواء بإنتاج الأفلام أو إخراجها أو بالمشاركة بالمهرجانات الدولية مهرجان كان هو واحد من أكبر المهرجانات في الأفلام السينما هناك نقاد يقدم لهذا المهرجان حوالي ألفين فيلم اختير منها مائتين فيلم فيتم اختيارها بمجرد الوصول لأنك تدخل في المهرجان هذا بحد ذاته أنك دخلت أصبحت مقبول وقادر على إنتاج الأفلام بعد ذلك تأتي طبعا تعرض الفيلم على نقاد شرسين وتحاسب حسابا بمعايير مختلفة عن معايير الأوسكار معايير عالمية أكثر أكثر دقة أكثر تنوعا وقبولا للتنوعات الثقافية لأنه تجدين فيها من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب والنوعية مختلفة أحيانا عكس الأوسكار الأوسكار تميل للنمط الهولوودي أكثر وممكن حتى تتصل الأفلام السعودية إلى هناك لكن النمط عموما وشخصية مهرجان كان مختلفة لكنها تظل تجربة جميلة فيها أكثر من خمس ألاف صحفي سيحضرها حوالي أربعين ألف حائم العدد الحضور يعني تكلمين عن مهرجان كبير واحتفالي والمملكة مشاركة بتسعة أفلام تقريبا تسعة أفلام نعم لأول مرة هذه أول مرة للمملكة نعم الأستاذ متعب العواد ستكون مشاركة المملكة في المهرجان عبر جناح خاص يتولى تنظيمه المجلس السعودي للأفلام التابع للهيئة العامة للثقافة أبغى أسألك عن مدى أهمية إتاحة هذه الفرصة للتواصل مع صناع الأفلام صناع الأفلام سواء كانوا في فرنسا أو حتى صناع الأفلام في المملكة العربية السعودية جميل اختي بدور نحن نتكلم عن مهرجان كان نتكلم عن مهرجان لأكثر من مئة عام نتكلم عن مهرجان عالمية نتكلم عن اقتصاديات مهمة جدا داخل هذا المهرجان ولكن نتكلم أهم عن حضور المملكة العربية السعودية نتكلم عن الشعوب العالم الأخرى ماذا تعرف عن المملكة ماذا تعرف عن بيئة المملكة ماذا تعرف عن ثقافات المملكة كما تفضل قبل قليل الدكتور اتفق معه في جوانب أن البيئات تتعدد داخل المملكة ولكن العالم لا يعرف هذه البيئات نعتقد أنه نقدم أنفسنا أو كسعوديين أو كعرب نقدم أنفسنا بصورة جميلة جدا نتكلم عن مبدعين سعوديين يعني أكدتها الرؤية السعودية من 2016 نحن نتكلم عن صناعة السينما صناعة ثقافتنا التعليم العالم ما هو الشاب السعودي ما هو المجتمع السعودي أشياء كثيرة تتداخل في هذا المهرجان لكن الأهم منها أن رؤيتنا تسير بصورة جميلة جدا تنفذ بطريقة احترافية عالية جدا أيضا حتى صناعة الأفلام الموجودين لدينا في السعودية والآن موجودين كمعرض أو الممثلين في الزملاء في المعرض يقدمون أنفسهم بصورة أخرى نتكلم عن الفرنسيين وهم أحد صناعة السينما في العالم نتكلم عن جنسيات أخرى ولكن أعتقد أنه السعوديين أو الشباب السعودي سواء شبان أو فتيات قادرين أن يقدمون أنفسهم بصورة جميلة ويقدمون وطنهم بصورة أعمق وأيضا قوالب المجتمع وتداخلات المجتمع وتقافة المجتمع وأيضا تسامح المجتمع مع العالم أجمع جميل أنت تكلمت عن صناعة السينما سواء في فرنسا أو في المملكة العربية السعودية الآن ينضم معنا أحد هؤلاء الصناع عبر الهاتف المقرج السينما يزيد الشهراني حياك الله أبدأ معك بسؤال أولي كيف تقيم مشاركة السينما لأول مرة في مهرجان كام مشاركة المملكة أمشا السلام عليكم السلام خير حياتكم على هذا الموضوع الجميل نعم هيا كما بخصوصا لمشاركة الأفلام العربية والسعودية في مهرجان كام طبعا في هذه السنة أو هذه النسخة مميزة تقريبا فيه سلمين عربية مشاركة في هذه السنة في مهرجان كام في مهرجان كام وهذا شيء إيجابي جدا أنه دخول المشاركات العربية في هذه المهرجانات جميل جدا طيب أستاذ يزيد ما رأيك بأفلام الشباب وباندفاع وحماس الشباب للوصول إلى هذه الخطوة المهمة التي طالما تمنينا أن نوصلها من زمن الحمد لله الشباب عندنا هنا في المجتمع السعودي للحمد خاصة مع رؤية 20-30 الكل توجه بالشكل كبير إلى السوق السينمائي بشكل أكثر الآن سابق والسوق السينمائي حاليا أصبح في أسماء كثير شابة مشاركة بأفلام سواء داخلية محليا أو خارجيا ومشاركة الشباب وحماسهم هذا يمنح طاقات شبابية كانت موجودة سابقا والآن وجدت فرطة للظهور وظهر ما لديها سواء كانوا مخرجيين أيضا كانوا ممثلين سعوديين في أفلام سينمائية أو أيضا كانوا حتى فنيين أيضا كان دور لهم داخل الفيلم طيب أنت كمخرج سعودي كيف ترى هذه الأفلام السعودية التي سواء شاركت عفوا سواء شاركت في مهرجان أم لسا ما ترشحت للمشاركة كيف تشوف هذه الأفلام هل هي فعلا تمثل المجتمع السعودي سيد يزيد معنا عبر الخط يبدو أننا فقد نتواصل مع يزيد شهران المخرج السعودي وأحد صناع السينما في المملكة العربية السعودية أرجع لك دكتور كيف وجدت أهمية قطاع السينما السعودي كرافض ثقافي مهم خاصة للشباب لا شك هو الآن الصورة المشهد الآن العالم كله يعيش ثقافة المشهد من الجهاز سواء على الواتساب أو أي نوع أو التويتر أصبحت الثقافة ما يسمى ثقافة مشهدية صحيح أصبحنا نتلقى المعلومات مع المشهد وأحيانا فقط مشهد المعلومة فقط مشهد تشرح لك نواحي صحية نواحي علمية نواحي فما بالك في النواحي الترفيهية في النواحي الترفيهية بالتأكيد المشهد من وقت يعني من أيام السينما من بداية السينما وهي تعتبر أساسية فالمشهد أصبح جزء أساسي في الثقافة وسيكون وهو بدأ يكون جزء أساسي في التعليم هذا من ناحية فأنت تدخولك لهذا المجال مثل ما أشار المخرج يزيد مهم جدا أنه ندخل بطريقة احترافية صحيح امتهى زمن أنه تدخل بطريقة ما يسمى تجربية تجرب وارتجالي وتجرب ثم تجرب على فكرة حصلت المملكة أو المخرجين على جوائز لو رأاها كثير مننا ربما لا يستصيغها أطلاقا لأنها تجربية نظرية يعني فيها الحال يعني ما يطلبه الناقد ولكن ليس ما يطلبه ربما الجمهور صحيح هنا الانتقال الآن للواقع نحن الآن ننتقل للواقع من النظري أو من النقدي إلى الواقع وأعتقد هذه جزء من أهمية دخولك في مخرجان كان هي المسألة الاحترافية نعم جميل استاذ متعب كيف وجد طريقة صياغة العناوين لهذا الخبر في صحفنا المحلية؟ خبر رسمي اختي بدور من ناحية القوالب كان قالب جميل تتنوع الجسد حق الخبر ولكن بشكل عام يلتقي في نقطة واحدة هو المشاركة السعودية ولكن من المفترض يعني أنا احتجاجي بسيط جدا أنه نتكلم عن كان نتكلم عن تقافات كان ما يطرح على مسرح كان نتكلم عن إنتاج أو اقتصاديات المهرجان نتكلم عن صفقات تتم نتكلم عن دور سينما متواجدة في واشنطن في نيويورك في تيكسس تعقد صفقات موجودة في داخل هذا المهرجان هذه غابة اقتصاديات السينما غابة اليوم بشكل ملحوظ لأنه لا يمكن أن تقنع مجتمع أو تقنع فرد أو تقنع جمهور لأنه دائما لأنه ودنا نعرف حنا ماذا تقدم السينما ما هي الوظائف التي ستخلقها للسينمايين ما هي الإنتاج ما هي الأدوات ما هي الشركات قبل شوي المخرج يزيد يزيد للأمانة اختي بدور عشان قبل ما قفل من المبدعين وبرضو أختي بدور وسائل التواصل الاجتماعي والحس النقدي العالي قدمت لنا سينمائيين يحترمون العقول وهذه ميزة أنا شفتها في الشباب السعودي أو أحد صناع السينما دائما السيناريو لغة السيناريو المشهد دائما يحترم العقول وهذه نقطة إيجابية جميلة جدا نشاهدها الآن في المملكة ومن شباب المملكة على عكس من البلدان الأخرى نعم أكتفي بهذا القدر الحديث عن هذا الملف وأنتقل إلى ثاني ملفاتنا الصحفية وخبر من صحيفة عكاظ حيث حذف طبيب مفصول من إدارة مجمع أسنان في حي عرقب الرياض تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر شهر بمقالفات صحية وعمالية داخل أروقة المجمع الذي فصل منه بعد أسبوع من توليه المهمة وبرر الطبيب حذفه التغريدة بعد أقل من 24 ساعة من نشرها بأنه تقدم ببلاغ لوزارة الصحة والشؤون الصحية بالمنطقة وفي انتظار نتائج التحقيقات والإجراءات وكان الطبيب أعلن في التغريدة أن القسم الطبي الذي أداه عند التخرج باحترام الأنظمة والقوانين هو الذي دفعه للتشهير بهذه المخالفات على حد تعبيره بعدما رفع خطاباً بالمخالفات إلى مالك المجمع استاذ متعب كيف وجدت تناول صحيفة عكاد لهذا الخبر أنا أعتقد الخبر جامع جميع الأطراف وأعتقد أنه كان جداً جميل مهني عالي جداً الأهم الجمهور الجمهور عرف القصة وعرف الحكاية نعم القوالب كانت جداً جميلة التنوع من باب إلى باب آخر في نفس القضية سواءً للمركز أو للدكتور أو لصياغة المادة أو ما احتوى عليها المادة بشكل عام المحتوى كان جميل جداً وقدم للقارئ بشكل مبسط وأنا أعتقد أنه هنا ميزة الصحافة أنك تقدم معلومات وتفسيرها بشكل سلس بدون أي مصطلحات تكون عائق أمام فهم القارئ نعم دكتور عبد الرحمن كيف وجدت الأمانة أمانة الطبيب بانخلال كشفه عن ملابسات هذه القضية وبالنهاية للأسف تم فصله هو طبعاً هو في قانون في نظام للنشر نعم هذا تحقق فيه وزارة الصحة وستحقق فيه أيضاً وزارة الله من ضمن قوانين نشر وفي وزارة الإعلام معروف أنه أنت لا يمكن أنت تشهر بأي جهة هكذا هذا فاعل يعني ليس لأنه أنا مظلوم أروح أشحر هذه الأنظمة لكن هذا يدخل في التحقيق أيضاً بالنسبة أشير أيضاً يعني ما أشاره الأستاذ متعب أيضاً عندما يأتي الخبر مهم جداً يعني مهم جداً أن تذكر الجهة المتهمة نعم أن يطلب منهم تعليق وإن لم يعلق ويذكر أنه لم يعلق رفضوا التعليق لأنه أنا ممكن أتهم أي جهة مطعم مستشفى مدرسة خاصة أو هكذا وألقيها في في تويتر أو في أي مكان وأمشي الصحافة عندما تأخذ مهم جداً لا تأخذ بهذا الشكل وتقوم بدور إضافي لما قام به الشخص لا نعلم مدى الصحة التحقيق ومن يحقق ومن يعرف مدى صحة الاتهامات أو الملاحظات أو النقد النقد لا مقبول لكن الاتهامات الاتهامات هذه هي جهة التحقيقية من يحدد جهة الصحافة يفترض أن تأتي بكل الأطراف بما فيهم جهة المسؤولة جهة المسؤولة والمتهم والمتهم نعم أو المدعي فنسمع آراءهم جميعاً إن خلينا بواحد منهم نعتقد هنا إشكالية كبيرة وهنا إشكالية عالمية بالمناسبة صحيح نحن لدينا الآن الأمن السبراني وهيئة وعمل في دول الآن هناك تجهيز لهيئات فقط لمكافحة الإشاعة يعني يأتي واحد يتكلم عن شركة معينة يتكلم عن مستشفى أو عن وزارة أو عن جهة ويتهمها اتهمات تنتقل لمئات الألوف وقال تنتقل الملايين هذا هكذا ببساطة دون تحري دون دقة يعني ينبغي أن تكون قواعد النشر معروفة جهة مختصة أو شخص مختص من حقه أنه يوجه النقد أو الاتهام لجهة معينة أما أنا أنفعل مثلا وأتكلم هكذا باتجاه جهة معينة باتهامات حادة وخطيرة جدا غير مقبول النظام لا يسمح به لأنه إذا كل واحد يروح رأيتي أنا شفت مثلا واحد يقول المطعم الفلاني شفت الحشرة فلانية طب أنا كيف أتأكد ربما هذا منافس مطعم منافس ووضع الحشرة هذه وصورها رأينا مستشفيات ممكن يكون شيء مفتعل ممكن مفتعل ممكن واحد يحب فقط الشهرة ويضع فيديو مثير دائما مستشفى معين وهذا حدثت وأرى فيها موضع حشرات وصراصير وكل أشياء بشعة جدا لا يتخيل هلواحد أقدر الأماكن ثم أقول هذا المستشفى الفلاني بالمكان الفلاني وأنا رأيت وقابلت واحد مدير مستشفى يتذمر بحرارة وبحرقة أن الاتهامات تلقى ويستقبلها الناس ولا يوجد من يدافع عنها نعم أكتفي بهذا القدر الحديث عن هذا الملف أنتقل إلى ثالث ملفاتنا الصحفية وخبر من صحيفة الوطن حيث أفصح محامي ومستشار قانوني عن أن 70% من خلافات الأزواج في القضايا المرورية سببها الساهر نتيجة تسجيل مخالفات سرعة على مركبات تعود ملكيتها للزوجات مما دفعهم لتقديم دعاوى قضائيا ضد أزواجهم وأولياء أمورهم مدعين تسببهم في ارتكاب تلك المخالفات ومطالبين بإلزامهم بالدفع كما أكد المحامي أنه في حال ثبوت الأضرار ناتجة عن قيام الزوج متعمدا لارتكاب تلك المخالفات المرورية يتم إصدار حكم قضائي بإلزام الزوج أو ولي الأمر المستفيد من تلك المركبة بتسديد كافة مبالغ المخالفات المرورية ساذة متعب التقاط صحفية مميزة بصراحة تحسب لصحيفة الوطن ما رأيك لا جدا جميل المادة أنا أعتقد أنه هذه تعد من الصحافة التحليلية أو صحافة الرقم لكن صحافة الرقم أو صحافة التحليلية يعني ما عندنا نحن في العالم كله الآن اختي بدور إلا معهد الصحافة التحليلية ومعهد وحيد موجود في أعتقد أنه تابع بي بي سي لكن الوطن اليوم قدمت حصائيات مرتبطة في المجتمع أو نقول مرتبطة في تحليل أو قضايا الأسرة الأرقام أنا أعتقد أنها يعني أرقام حقيقة يعني مدهشة للجميع يعني إذا وصلنا لهذه المرحلة ولكن أتكلم أنا بشكل مهني أو بشكل قالب صحفي نعم مادة متميزة كانت تحتاج إلى تفصيلات يعني نقل هل الأرقام بشكل موزون أو برسم بياني أو نقول بتنظيم أفضل للقارئ أنفو جرافيك ممكن ممكن أنفو جرافيك والأسباب يعني ممكن تحط الرقم مثلا المدن تكون يعني لا يمكن أنه تضع القضايا موحدة يعني نقول في الرياض أو في الدمام جدة أنا أعتقد تختلف يعني حتى القضية تختلف في بعض البلاغات الموجودة تكون ليست احتجاج أو بلاغ برغم أنها شكوى لم تصل إلى درجة الحكم فيها حتى لا نخسر يعني الثقة الموجودة بين الأزواج ولا نخسر أنه يعني مجتمعنا دائما مجتمع جميل الوازع الديني يغطي جميع جوانبه ولكن بشكل كامل المادة كانت متكاملة جدا جميل الرقم كان جميل أيضا المحامي الذي قدم الإحصائيات كان تعامل أيضا راقي جدا في عدم الكشف عن جوانب أخرى ولكن تكلمه عن الأرقام وعن أبرز المسببات في ذلك بشكل كامل الصحافة السعودية اختبئ دور تحتاج إلى الصحافة التحليلية أو صحافة الأرقام وتفصيلاتها بهذه الصورة الجميلة أنا أعتقد أنها مادة متميزة في صحافة اليوم جميل دكتور عبد الرحمن لماذا يمارس الأزواج هذه الممارسات ضد زوجاتهم أو حتى بناتهم يعني من تكون هذا جديد يعني جتنا مع يعني حالة انتقامية جت مع ساهر وإن شاء الله ستذهب مع حق المرأة بالقيادة قريبا إن شاء الله بإذن الله وتمتلك سيارتها وتكون باسمها يعني قضايا انتقامية سمعنا وشفنا بعضها أنه يروح يقطع الإشارة أو العكس صحيح بعض الزوجات تنتقم هي تطلب من أخيها أو أنه يقوم بهذا الدو أو سائق مثلا هذه أنا أسميها شر البلية ما يضحك أحيانا أو المبكي المضحك أتوقع أنها ستتقلص كثيرا لأنه سيعيي يعني إذا احتياطا سيعيي للبعض أنه تكسب السيارة باسم من يقودها والمرأة ستقود إن شاء الله قريبا ممكن أن تحلل الخلافات الزوجية أو الأسرية يعني بطرق أخرى غير رجوهم إلى ساهر وعلى الخلافات نعم طرق عادي يعني بس تعرفين الصحافة أحيانا العنوان فيه نوع من التضليل لأنه قال أنه الخلافات ممكن أنه يشد القارئ أكثر يعني أنا يعني أعتبر للدقة تستطيع أن تشد القارئ قال الخلافات الزوجية هي الخلافات في القضايا المرورية نعم وليس الخلافات الزوجية وجهة نظر أحترمها إلى رابع ملفاتنا الصحفية ومشاهدين وخبر من صحيفة الوطن بعنوان سعودي مديرا للتوظيف واستقطاب المواهب في أمازون حيث حقق شاب حسين الوباري حلمه بالعمل في شركة أمازون العالمية التي دخلت العمل في السعودية وذلك بعد أن تم تعيينه مديرا للتوظيف واستقطاب المواهب بالشركة ولفت إلى أنه يسعى لتمكين السعوديين من كلا الجنسين في الشركة مشددا على حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعم المواهب الشابة عبر عقد الشراكات مع مختلف المؤسسات وشركات العالمية تعليقك يعني معروفة أمازون هي أكبر شركة شركة بيع تجزئة في العالم الآن من خلال أونلاين وهي تبيع في كل دول العالم والآن أصبح هي بدأت كمكتب كتب ثم انتقلت إلى كل تقريبا البضاعة تصلك إلى منزلك نعم جميل جدا أستاذ متحب ما أهمني دعم المواهب الشابة عبر هذه الشركات مع مختلف المؤسسات وشركات العالمية الكبرى لتحقيق الأيات عفل 20 أنا أعتقد أنه حضور الشاب الجميل في هذه الشركة تقديم الشاب السعودي أنه شاب جاد متمكن متطلع حالم قادر أن يحقق رؤية قيادة هذا الوطن وأيضا شعب هذا الوطن أنا أعتقد أنه وصلنا إلى مرحلة بدور أنه أصبح الشاب السعودي يريد أن يصنع نفسه يريد أن يصنع ذاته يريد أن يقدم نفسه أنا أعتقد أنه إذا استمرنا في هذا النهج في هذه الأحلام وتنفيذ الأحلام واستمرنا بالعزيمة والإصرار أنا أعتقد أنه نملك شباب سعودي قادر أن يصنع المفارقة المدهشة ليس لنا بل للعالم أنا أعتقد أنه رهان سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جميل سيكون رهانه على الشباب وسيكون تقديم الشباب بشكل أو بصورة أكبر ما في شك قبل الختام مشاهدينا حلقتنا قبل ما نختم حلقتنا بإذن الله مشاهدينا نشاهد هذا الكاريكاتير وار نرجع العلق عليه تعليقك تعليقه أنه أكبر لشهر رمضان وسيزيد الاستهلاك المفروض يعني المورد وإذا كان المورد والتاجر يجمعون كل قواهما على المستهلك فعلى المستهلك أن يكون ذكيا وأن يقلل من استهلاكه ومنعه وأن أنماط الاستهلاك لدينا تحتاج إلى ترشيد وإلى تقليل أو ترشيد ليس تقليل بطريقها الصحيحة ليستطيع أن يتنفس بشكل أفضل هذا المستهلك نعم أستاذ متعب تعليقك على الكاريكاتير إذا ممكن والله تعليقي شنق التاجر لا بد منه الفترة القادمة لكن أنا أعتقد أنه كاريكاتير جميل جدا الصورة واضحة جدا وأيضا رسالة للتجار الكسب بالمنطق أفضل من الكسب بالكميات أو بالإنشائيات أو بالإعلانات المبالغ فيها أنا أعتقد أنه تكون صورة جميلة لخدمة المجتمع لخدمته نفسه أيضا لزيادة ماله أنا أعتقد أن التجار الآن في حالة وجود ثقافة مجتمعية كاملة من الأسر يجب أنهم يوكبونها الثقافة بتقليل الأرباح بقدر الإمكان جميل شكرا لك أستاذ متعب العواد من حال الكاتب الصحفي في جريدة عكض أيضا شكرا لك دكتور عبد الرحمة الحبيب أيضا كاتب صحفي شكرا لأول وأخير لكم مشاهدين على حسن المتابعة إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة